طلق رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي الشارل ميشيل تناول الاتصال وعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين خاصة تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بلغ القلق تجه الأوضاع المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية مشيرا إلى همية دور مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان من جانبية أكد رئيس السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها وعرض مستجدات الجهود التي تطلع بها مصر لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا وفي هذا السياق أكد رئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق